موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم مشاهرين الكرام استعراض أبرز ما جاء في ضيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الأربعاء الموافق للسادس من شهر يناير لعام 2021 على الله توكلنا مشاهدنا ونبدأ مع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت الملك أيده الله يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح قمة العلا وإلى صحيفة الأيام والتي استهلت في أولى صفحاتها لهذا اليوم القمة تهنئ الملكة على استلام مملكة البحرين لرأسة الدورة الحالية والأربعين ساعة أندية جاهزة للتحول إلى الشركات ومع صحيفة الوطن والتي استهلت ولي العهد رئيس الوزراء نتطلع لتكون مخرجات قمة العلا انطلاقة عودة اللحمة الخليجية أما صحيفة البلاد فقد بينت دول الخليج توقع بيان العلا لتأكيد التضامن والاستقرار نبدأ مع صحيفة الأيام ونقرأ منها أن اللجنة العليا المنظمة لمسابقة خالد بن حمد للابتكاري في الذكاء الاصطناعي عقدت اجتماعها المرئي الأول ذلك لإعداد وتنظيم النسخة الثالثة من المسابقة حيث حددت اللجنة موعدا لفتح باب التسجيل للمشاركة وذلك خلال الفترة من الرابع من شهر يناير وحتى الخامس من شهر فبراير لعام 2021 وذلك عبر الموقع الألكتروني بيّن صحيفة الأيام أن مجلس النواب وافق في جلسته يوم أمس على مرسوم بقانون جيزول الأندية الرياضية التحول إلى شركات تجارية نقل الصحيفة الأيام أن حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الأوسط تستطيف النسخة الأولى من سباق الخليج لإثنتي عشرة ساعة وذلك ضمن أولى الفعاليات للعام الجليد وذلك من السابع وحتى التاسع من شهر يناير الجاري إلى أخبار صحيفة الوطن ونطالع منها أن وزير الإسكان باسم الحمر كشف عن وجود مشروع مستقبلي في هورة سند خلال توفير أربعمائة وحدة سكانية موسيقى نشر صحيفة الوطن أن وزيرة الصحة فائقة الصالح كشفت عن وجود خطة لدى الوزارة لإعادة هيكلة الطب النفسي خلال الفترة المقبلة مشيرة إلى أن مركز المحرق ومركز سترة سيكونان ضمن الطب النفسي موسيقى من صحيفة الوطن نطالع أنه في الأوينة الأخيرة انتشر فيروس شبكي يسمى أدوير انتقل عبر تطبيق واتساب في مملكة البحرين يهدف إلى سرقة بيانات الاتصال من المستخدمين لنشر إعلانات من خلال نشر رسالة يدعى من خلالها وجود ثلاثة آلاف قسيمة تخفيضات على منتجات مختارة من السوبر ماركت موسيقى من صحيفة البلاد نطالع أن نادي راشد للفرسية وسباق الخيل سينظم في يوم الجمعة القادم السباق العاشر لهذا الموسم والذي سيقام على كأس سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة نائب رئيس الهيئة العليا لنادي راشد للفرسية وسباق الخيل وكأس سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة وكؤوس أنجالهما وذلك عبر مضمار سباق النادي بمنطقة الرففة في الصخير موسيقى لفتت صحيفة البلاد أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز قالت أنه تم إغلاق محطة جبلة حبشي مؤقتا كشف عن كافة أنظمة التزود بعد أن بيّنت الكشوفات المبدئية احتمالية وجود تسرب طفيف للوقود حيث تمت المعالجة وسحب كميات الوقود من المحطة موسيقى بيّن الصحيفة البلاد أن مجلس النواب وافق بجلسته يوم أمس على الاقتراح برقبه بشأن زيادة علاوة الانتقال لموظفي الحكومة المدنيين ورفع علاوة الغلاء للمطلقات والأرامل بواقع مئة دينار موسيقى نتحول مشاهدنا إلى صحيفة أخبار الخليج ونقرأ منها أن وزارة الصحة أكدت فعالية لقاح فيروس كورونا المستجد لا تتم إلا بأخذ الجرعتين دعية الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم إلى أخذ الجرعة الثانية حيث يبدأ الجسم بتكوين الأجسام المضادة في اليوم الخامس والثلاثين بعد الحصول على اللقاح بقلم الكاتبة طفل الخليفة نشر الصحيفة أخبار الخليج مقالا لها بعنوان بيئة فإلى المقال حرصت البحرين منذ فترة ليست بالقصيرة على الاهتمام بشؤون البيئة سواء من جانب نشر التوعية أو وضع التشريعات والبرامج ما يؤكد اهتمامها بمشاركة العالم الحفاظ على بيئة عالمية نظيفة ومتجددة من اهتمامات البحرين في هذا المجال قيامها بالعمل على توفير الطاقة الشمسية وجعلها جزءا من الطاقة التي يتم استخدامها لتوفير طاقة نظيفة في الأجواء وكذلك وضع التشريعات التي تمنع المواد التي لا تتحلل والاعتماد على المواد غير الضارة بالبيئة وقد أثمرت جهود المملكة الكثير خاصة بالنسبة لموضوع التوعية بأهمية الحفاظ على بيئة البحرين وعلى بيئة العالم نظيفة حيث بات هناك العديد من الشباب ممن يواصلون القيام بالحملات لتنظيف الشواطئ والحدائق والطرق ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة أخبار الخليج نطالع أن الأسواق المحلية شهدت يوم أمس ارتفاعا في أسعار المعدن الأصفر وذلك بسبب ارتفاعها في الأسواق العالمية حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 20 دينارا و800 فلس بحريني هذا وقد بدأت الأسعار في الارتفاع منذ بداية دخول السنة الجديدة إلى هنا مشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة كما بالإمكان متابعة باقة البرامج والبث المباشر عبر تطبيق بي اش تي في اندراديو وموقع لايف دوت بي ات شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة